في أعقاب الضجة التي أثرت على خلفية نية شركات ومستثمرين هدم خمس مباني أثارية تقع في شارع الملوك أو وفقا للتسمية الإسرائيلية شارع الاستقلال في مدينة حيفا من خلال الالتفاف على قرار البلدية المعارض لهدم هذه المباني والتوجه إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء إلى أن الجلسة التي عقدت في اللجنة اللوائية قررت عدم الموافقة على الهدم في المرحلة الحالية حتى دون النظر بالاعتراضات المقدمة من قبل البلدية حسن حظنا يعني أنه القطار قدم مخطط وهو طبعا من ناحية القانونية وأعلى من اللجنة اللوائية قدم مخطط اللي بيأجل وبيجمد كل أي تخطيط أي مشروع في منطقة البلد التحتها فبالتالي لم يتم البت ولا الاستماع للاعتراضات حتى اللي قدمناها أجلوا كل الاعتراضات من هون لسبعة شهر بحد أدنى تجميد مرحلي للهدم وكسب مزيد من الوقت يمكن من خلاله تجميع مزيد من الوثائق والأدلة على أهمية هذه المباني التاريخية وهي جزء يسير للغاية مما تبقى من البلدة القديمة التي بناها الضاهر عمر الزيداني إلا أن المخططات لا تقتصر على شارع الملوك بل تطال أيضا منزل سكرتير الوقف في وادي صليب والمسجد الصغير حيث من المنوي إقامة مبنى مؤلف من 27 طابق إلى جانبه الموضوع المسجد الصغير هو الملف الثاني اللي بدنا بشكل مباشر ندخل عليه حتى نضمن أن هذا التخطيط ما يمس بهذا المسجد يعني حسب المخطط هناك مداخل لمصفات سيارات عبر ساحات المسجد هناك مكب للنفايات بساحة المسجد بمحاذات المسجد المخطط ما بدمن بشكل هندسي المحافظة على المسجد طبعا هذا المسجد يمثل لنا كعرب ومسلمين ومسعيين أيضا يمثل لنا الهوية العربية في مدينة حيفا هذا المسجد تم بناءه على يد الظهر عمر أزيداني كان طبعا الحاكم لمدينة حيفا في فترة الحكم العثماني المسجد التاريخي طبعا نعلم ذلك من خلال الحجارة وخلال الوثائق أن المسجد أول مسجد أقيم في مدينة حيفا نضال مستمر ومعركة على طابع المدينة أو ما تبقى من مبان قديمة وآثار تدل على هويتها الفلسطينية يخوضها نشطاء ومختصون من المجتمع العربي وسكان مدينة حيفا الأصليين الذين يشكلون سدا منيعا للدفاع عن إرث وتاريخ مدينتهم